السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبارك رمضان ومبارك العشر الواخر من رمضان على جميع مواطنينا وعلى جميع مواطنيين الموريتانيين وسكان وضيوف الدولة الموريتانية الجمهورية الإسلامية الموريتانية مرحبا بكم بهذا البث المباشر اللي ما نعرف كانوا الصالح حتى بتوقيته والله كانوا موفو بلوا بهم اللي قدوا دواحنين مازالوا مرحبا بذوك الله يا حضروي سوكم عددهم كم نعرف على الناس مشغولة في برنامج رمضان لذلك أنا ما عدلتها أي بث مباشر في رمضان لكن الليلة يوم جمعة وجمعتكم مباركة و23 رمضان الليلة 24 رمضان وإن شاء الله ما نطول عليكم فقط بعض المستجدات ومرحلة جديدة من مراحل اتلاف دولة العدل ومشروع الامام موريتانيا وفي وجه الاستحقاقات اللي ما شود أخبارها دارك الاستحقاقات الانتخابية فقط بث مباشر بسيط إن شاء الله ما يعود طويل لكنه ضروري تعدد في أني كاني نعذر لعله ما هو فخت وبال بالنسبة لتوقيت موريتانيا لأنه ما نموجود حاله هناك شوط لكن إن شاء الله يستجر هون واللي باقي علق ليه والله شوه والله يتاوره وشوه الله يحفظكم وعلى عاكم جميعا مرحبا وسهلا وحمد الرحمن وخيرست مهلا وسهلا بالجميع دقائق قليلة ونعدد البث إن شاء الله وما نطول فيه إن شاء الله مهلا وسهلا بالجميع مرحبا وأهلا أخيرت بكم كامل مرحبا بكم وسهلا هذا البث الليلل سيكون مقتضبا وموجزا إن شاء الله وما الاستثناء شيئا ما لاني ما عدلتم ذو فترة طويلة من سابق رمضان هدف الليلة هو التعليق على الاستحقاقات منين عاد برح تلولة تم تسليم والله بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات في تسليم الأوصال النهائية للقوائم أو اللوائح الانتخابية ومنها القائمة الانتخابية التي سأقودها إن شاء الله في هنواكشوط الشمالية في تيارة ودار النعيم وتجرين نحن كمشروع للمان موريتانيا كعضو مؤسس في اتلاف دولة العدل ممكن إن شاء الله سنقدم لكم مرشحين في عدة دوائر برلمانية منها نواكشوط ومنها نواكشوط ومنها جميع اللوائح الوطنية من خلال حزب الاتحاد من أجل تخطيط للبناء اللي رمز تصويت عليه لا يعود عين قدمنا لكم مجموعة من اللوائح وذي اللي تولى منها مشروع للمان موريتانيا هي لايحة نواكشوط الشمالية اللي فيها تيارة اللي هي بريمية ودار النعيم وتجنين من هذا ندورنا اكتوري أن ياسر من الناس جاني الخاص يسول الناس فيه الشي ما هم تابع موقع موقع الاسيني وفيه ياسر ما هو يخرص لأخبار والناس ما هي واحد والمواطنين الموريتانيين كانوا يغطون يجربوا لأخبار كلهم طريقته وكلهم بالقناة اللي يتمون لك فيها شمال الناس يبقينوا ابدالوا ان يشوفوا هذا فيديو والله يسمعوا بالصوت والصورة تهمون اكدركم الحمد لله كما وعدناكم أننا تتمكننا من وضع لائحة مؤسسة من نشطة وقادة وقيادات مشروع للمان موريتانيا كلاية حبرلمانية في المواطنين الشمالية والتي ساقودها ان شاء الله تعالى في إطار ائتلاف دولة العدل الذي أسسناه مع إخوة وأخوات أفاضل وهو ائتلاف ومع ذلك دور يعود ان شاء الله جيد به اللي مقدم لكم شخصيات ما نطرق لها بالتفصيل من زلنا ندور ان شاء الله الحمد لما نستبقينها وقتها اختار لكم شخصيات متميزة فيها ياسر فات أدى أدوار جيدة نضالا ومقارعة للباطل في البرلمان وخارج البرلمان وفي المجالس البلدية وفي المجالس الجهوية كذلك إذن هذا اللايف الليلة هذا البث المباشر هدف منه فقط توضيح نأكد للناس الذين يتسويني كثير منها في الخاصة وعني مع التالب عندهم لما قد تنجاوهم أن اللايحة البرلمانية للمواكشوط الشمالية التيار التوجنين دار النعيم تم إداعوها وتم استيلام وصلها النهائي الحمد لله رقم عشرة وشعاره هو الشعار لوايح اتلاف دوت العدل الكامل اللي في المواكشوط كامل المواكشوط الغربية كذلك المواكشوط الجنوبية وليات مواكشوط الجنوبية وفي نواذيبو وفي اللوايح الوطنية كاملة وفي عدة بلديات حدود عشر بلديات وفي عدة دوايب البرلمانية دور تعقبوتها نطاولكم بالتفصيل إذن هذا نذكر عن الاتلاف أنه ينقال له اتلاف دولة العدل ممكن وهذا الاتلاف اتلف واجتمع على الحق وعلى تأسيس دولة العدل لأنها قال لهم لتاني ولتاني عندها مشكلة كبيرة ينقال له دولة العدل والمؤسسات كما تعلمون ولاني نراجع الليل للتفاصيل كثير من التفاصيل المملة والتدقيقين لأن الناس كاملة عارف هذا اللي خالق موريتاني عارف عن موريتاني يعني عن التسيير في هالشيء العام أنه فاسد ومفسد وعنها الأحكام المتتابعة اللهم عن رحم ربك فاسدة ومفسدة وإتت على الحرض والنسل كل نظار كان خرصه على بعض المنشوعات عن السنغال عنها الحكم الحالي في السنغال لأنه رغم من ضغف إمكانياته أنه بنى الملاعب والقطارات والمسارح والجامعات بسنوات قليلة وعننا نحن ما زلنا رائف دين كماما نعطوه لقاج ونصوره معاه والله بطة من السباقة والله بوش من دلفير ما زلنا رائف دين ونصوره معاه ونذل المساكين والفقراء يقرر فيهم كل نهار تأخذ التلفز الموريتاني اللي عنده ثلاث مليارات من الميزانية إياك تصور مسؤول حكومي عاطي كمامة والله ماد كمامة والله ماد سطلة والله بوش من دلوير المسكين من المساكين ويصوروا معاه ويستغلوا إعلاميا ويستهلكوا الموريتاني فيه مأساة حقيقية والشعب الموريتاني فيه مأزق وهذه الديمقراطية الضعيفة المترحلة كيف تعرفوا ديمقراطية مشتزئة بها الحزاب المترشحة حالى الانتخابات تعرضناها إلى 25 لأنه فقط بمحض اختيار وزير داخلية يعين هو من نفسه مرسوم رئاسي يسمح الرأسه يعطل ويخرق المادة الهناعش من القانون التي تسمح في ترخيص الأحزاب السياسية بحق التحزب وهو حق دستوري ولذلك خالقا لك لا خمس وعشرين حزب سياسي نحن تواجزنا في اتلاف دولة العادل في إطارة خمسة حزاب سياسية موجودة وعندها قياداتها ومقراتها لكن فيها واحد هو المرخص هو حزب الاتحاد من أجل تخطيط البناء والذين نترشح منه ومرغمين عنا شاكرين وشاكرين قيادته وشاكرين مؤسسينه لكن الديمقراطية تبقى منقوصة كيف تعرف الجمهورية تبقى مختلة ومعتلة لذلك موريتاني جاي من بعيد ومازالت بعيد مع أننا مخزين بروس ولا أننا إذا ترشحنا لهذه الانتخابات أننا معتبرين عن ذا خلاص أن هذه ديمقراطية زينا والله هذه جمهورية مكتملة للأركع لكننا لا نقوله أننا نشاركه بما أتينا من قوة أي سبب من أسباب ورافد من روافد الإصلاح الممكن أننا نشاركه فيه ما لا يدركه كله لا يتركه جله يعني هذا ما ولا يكذبنه لأننا نتناقضه الأساس أننا نقوله عن هذا النزين وعن هذا الديمقراطي عادي نذكره الناس بالظلم الكبير الذي يقيمه هذا النظام الحالي وحكومته الحالية متمثلة الوزير داخليته نحن نازلنا نطالب بحزب موريتانيا إلى الأمام وبأحزابنا الأخرى اللي منضوية في هذا الائتلاف اللي ينقاله ائتلاف دوت العدل ومع ذلك سنشارك في هذه الانتخابات إن شاء الله ونطلب من الشعب الموريتاني أنه يدعمنا بكل ما أوتيه من قوة وخاصة نتوجه لذلك الانقاله الأغلبية الصامتة اللي نعتبرنا عنها هي الأغلبية الحقيقية عند الانقاله الأغلبية خطأنا وتفاؤلا في البرلمانات وفي المجالس الجوية ما ينقاله الأغلبية ينقاله الموالات نحن دائما نفرق بين الموالات وبين الأغلبية نعتبر عن الأغلبية مقردت حكمة الموريتاني وما نستميه دائما نكررنا هنا في الرافة السابقة الأغلبية الصامتة من الموريتانيين هذه هي اللي نعتبر عنها به اللي خالق مليون من الموريتاني معي صوت كاب ولقد سجئ للانتخابات ولنبعد هون مرحبين بلي مليون مليون وسبعمائة وثمانين ألف وتزيد اللي سجلت بشكل غير مسبوقي المرة وراجين ومستبشرين ومتوقعين أنها إن شاء الله مئات ألاه منها ما كانت قاصة نتزرقونها ليتعبر عن رأيها المرة الغالبية الصامية نقول له نحن الرواقج اللي سجلوا باللوايح الانتخابية وهم يسموا الله الرسح يصوتوا الله لظاهرهم نعرف أنهم متمركزين أساسا في المواكشوت وضواحيها وهمواديب وضواحيها وزولات وضواحيها وهموا مراكز ومراكز عواصم الولايات الوطنية الموليتانية والمدن الكبيرة وفي الخارج قاعد أكثر من ذاك اللي متحكمة في أصواتها ما يجد حد يزودها وفوتها ويصوقها كيلغنم يجد تسجل ويعقوم إلي جرافدها وصائقها كيلغنم ويحشلها ويشري كاردانديتاتها ويلمهم في يوم الزرق هذه الناس المتحكمة من أصواتها هي لنرغوا نحن مهمة عندنا مهمة عندنا المواطنين الموليتانيين كاملين يقول حد صوته ما هو بيده وما هو صوته لي حد باع صوته بخمس تلاف والله ضغط ليه رئيس قبيل أخايا منه وشاك عمنا يطعمه ويزمينه من جوع حاشا الله تبارك وتعالى والله حد خايا من الرجاج والله شاك انه ولي نعمة انه الرئيس والله الحزب الحاكم والله الحزب الموالي والله شخص قطعين له وله والله قطع صفقة تجارية وهو لا يعلم أن ترشيح وتسكية شخص أنه يدخل البرلمان ما يعرف العمل البرلماني اللي هو المراقبة الحكومية الجادة الصادقة التي لا تجامل ولا يعرف الذي ينقل وسن القوانين والله بعض انتقادها على الأقل هذا حد ما يعرفه حد زكى حد راه مسؤولا عن ذلك الله يتبع ذلك من عكاسات معناها عن العات غرف التسجيل اللي تعقب تعود اللي هي البرلماني يعقب يعود اللي واحدين كثريتهم يقدوا 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 يعدل الرئيس من الموذية الثالثة ويقدوا يحفزوهم اللي عند الحاجة وعند الطلب هذا النوع ما هو برلمان له شيء ما احترامنا للأشخاص طبعا ما هو سببهم للأشخاص كأشخاص أذواتهم وإنما عدم قدرة أغلبية البرلمانيين على ممارسة العمل البرلماني هذا شيء مشهود ومعروف يقوله البرلمانيين من نفسهم بعضهم القلة القليلة من البرلمانيين رأنا وحدين منها معانا ومؤسية معانا للأتلاف وجيدين ومتميزين لكنها قلة قليلة أولا نحرصه لإرجاع وإدخال هؤلاء البرلمانيين المتميزين رغم قلتهم للبرلمان وندعو لطرد وإبعاد البرلمانيين اللي متاخذين البرلمان كعمل لرجال أعمال للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية لهم ولأهلهم ولتسهيل مصفقاتهم شغل الخارج ندعو لطرد وعزل البرلمانيين الذين صوتوا ضد رفع رواتب زيادة رواتب المعلمين والأساتذة وكل يباو يزيدوا رواتب الجنود والضباط وباو عن رفع زيادة خلاصات لطباء والمعلمين والمدرسين وأمن الطرق ذو كامل ندعو لطردهم ذو كاللي وقعوا وراءين دارتركم لا يحتهم فهم على وسائل التواصل الاجتماعية ذو كاللي صوتوا على المأمولية الثالثة يضعين طرد وشرط طردتهم بيهم اللي واحدين كانوا لا يخرقوا القانون يسيدوا الديمقراطية لنا اسمائهم وراءهم موجودين على الانترنت تجبروهم على جوجل تجبروهم على جميع الأصوات الحرة الموجودة على فيسبوك موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي ذو كاللي يعدو لكم مأمولية الثالثة يرد صعوه معكم ويسوى قاما ديرو نحن ذو فلدهم لا ديرو فلدهم ذاك اللي باقي انتم ذو كاللي أباو رفضوا تماما بشكل صريح وصوتوا ضد زيادة رواتب المعلمين اللي رواتب متبكي ورواتب لساتي اللي مؤلمة ورواتب الجنود رواتب الجنود الواقهين على الثغور رواتب الموررضات في الممرضين اللي تعباني اللي ما ياخرصوا شيبات وصهارها للأطباب اللي يعدلوا أخطاء طبية ذو كاللي أباو يخلوا المساجد يتمي وخلص عنها كرانه ولمره وعنها ما تستهلك منه شي ذو كاللي أباو عن جميع الإصلاحات الكبيرة التي لا تسع المقام لسردها ذو كامل اللي يفضوا ضد أي إصلاح ورحبوا وهرولوا وتلقاوا لكل مفسد جاية ومن أكبر المفاسد وتلقناها هذه الساعة وسجلهم هي المؤمولية الثالثة مثلا الحمد لله اللي عقبتهم آخر قد بعد هم كانوا مستعدين كانوا مستعدين هم يعدلوه ويشاركوه وقعوا لها والناس ما يرضى تلقوا هم عندهم وجوه يترشحوا بها من جديد الغالي العادة لاحكين من احتقار الشعب الموريتاني ولاحكين من قلة اهتمام عندهم الشعب العام ولاحكين من قلة إيمانهم بالدولة والجمهوريين هنين يترشحوا مرة أخرى تعاقبوهم لاحق الشعب الموريتاني يعود عاقب اللي ينقلوا التصويت العقابي لاحقب وتخارك عاقب الواقج اللي كانوا مارسوا لكم الشعب الموريتاني والناس الواعية منه اللي ما عليها ضغط القبيلة ولا الجهة ولا العرق ولا أدواب اللي تحكمين فيهم الواقج اللي تعالى دخلوا لهم المورد دخلوا لهم الضوء والله يخزوا بهم ويقول لهم الدولة عدرتكم كاية والدولة تنقال لهم هم بعد قاب معلان الشعب هو عدقاء ميزانية الشعب ياضي الجميع يعرف عن ميزانية نهد الشعب مع عدقاء وعن الشعب هو الركن الراكين هو حجر الزاوية ذالي ينقلوا الدولة والحكومة ما هي الدولة قلت تقول لك الناس احنا خايفين من الدولة ويسموا الحكومة بالدولة الحكومة جزء بسيط من الدولة معينة عدلش من المهام معروفة ومحددة مؤقتة ولا يتم استبداله ولا طرده هذا ولا يالله يترسح عقول الناس الدولة الركن الراكين منها وسولوا عنها الفقهات دستوريا تنقال بعد قاعد الشعب والشعب هو اللي باقي هو اللي مالك الرقعة الترابية اللي قاعدة لها الدولة الدستوريا كيف تعرف هو تنقال الرقعة الترابية اللي ساكن فيها الشعب وحد نزي الحكومة رياك كأنصر ذات الحكومة لا جزء بسيط من الحكومة وتنقال للنوام الحاكم تنقال الحكومة وصلا رجل معناها المعروف العام اللي هو الرئيس والحكومة وأعوانه من الحكومة والمستشارين بالخطة وهذا ينقال الجهاز التنفيذي ويبدر كل 5 سنوات مثلا يودر كل سنة أما الشعب فهو باقي وفيها غلبية صامية تراني مرة أخرى نقول عني مرحب مرحبين نحن في تلاف دوت العدل بدل ينقال له التسجيل الكبير اللي يخلق على اللواحة الانتخابية بين اللي تعينا له مدة أسابيع أو أشهر وسجلت مليون وسبعمائة وثمانين ألف مواطن مدتاني إليها وهذا الرحب به ترحيبا كبير وهم بعض المختصين في ذلك ومنهم البعض يشتقال في لاسيني وكانت شارك الانتخابات الماضية كان يتوقع تسجيل مليون ومتين فقط ولذلك نستبشر والله أعلم ما عندنا إحصاء لكن نستبشر هذا التسجيل الكبير نعرف أنه زيادة الديمغراضية الطبيعية كانت تعدلها حدود عشرين في المئة وهذه زيادة كبيرة جدا نتوقع أن فيها مئات ألف من اللي ينقال اللي غلبية الصامتة ذيك اللي تصوت اللي على الظاهرة اللي هي ذيك منين تصوت أضمنوا لكم أنا والبخير وما اللي أضمنوا على الله في هذا رمضان وفي هذه العشر اللواخر على منين تصوت أخمس مئة ألف من الناس اللي مالك أصواتها ما هي لغنم التنجاب تنصاق إياك تسجل وتنجاب إياك تزرق يوم تزرق من عتلها الرمز وتزرق عليه بداية عالينا على الواقعي اللي مالكين أصواتهم ما يقدبوه ولا أخو ولا قريب ولا قريب ولا جنرال ولا رئيس قبيلة قد يطاط عليهم يقولون زرقوا له كذا ولا زرقوا له كذا منين يزرقوا فرضا عليها تفرديل منين يزرقوا للي قناعتهم فرضا عليها ترشي ولا يقد الحزب الحاكم ولا واحد أخر ما يسمى غلطا بالحزب الحاكم وهو حزب محكوم بالمناسبة ما يقد يجبر الغلبية المطلقة منين يزرقوا هم وذوكا لأصواتهم الظاهرة لهم يخرق ذالي ينقال بداية تفرديل معناها خاصة في النواكشوت ونواديبو في حوماتهم وفي الزويلات وفي عواصم الولايات اللي ما مهيمن عليها ما مهينا عليها شبح القبيلة وشبح الاستغزاق وشبح الضغط على الناس والجهل المولي ما هو ياسر فيها حتى وعلى المناطق الباعية خاصة النواكشوت اللي مسجلة فيها كثير من 400 الف رقاش نذكركم عن الرؤساء كامل اللي قطونا شهو في البرمياتور مؤخرا ما يهم حد قطر حق عدد المسجلة من ناس من نواكشوت ما يهم واحد قطر حق 400 و 500 الف اللي مسجلة في نواكشوت واحد هذا يكتفهم قضية الأرقام الأرقام مهمة جدا هذا اللي مسجلة في نواكشوت من الناخبين الموريتانيين اللي عادة ما يعدوا تابعين القبيلة ولا رجلها أكثر من اللي زرق على محمد الغزواني اللي رئيس حالي وأكثر من اللي زرق على عبد العزيز السابق هو رأيه نجاح برمياتور تصوروا معناها عن هذين يزرقون هذين يزرقون هذين يزرقون ما يزرقون مه 13 مايو على قناعتهم سابق ندعيكم بعد قاعد لا تزرقوا على الوالحنا أزرقوا على قناعتكم بعد قاعد قناعتكم ما معناها انتم مهما الدواعية وساكنة في العواصم والولايات والدور ورأوا هما خارقين واحدين واعين ومهما اللي ساكنين في الأرياف وساكنين في المناطق لكن العموم الغالب السواد الأعوام لكن اللي ساكن في المدن الكبيرة اللي ما عليه ضغط لا يقوم هو توف يركب تكسير اللي قوم يتواطش في المدرسة اللي يزرق على قناعته طبعا ندعوكم تزرقوا على جميع لوائح اتلاف دولة العدل الممكن اللي إشارتها لا يتعود عين اللي عين هالي العين اللي تعرفوا كاملين كل حد يعرف عينه والحاملة قاعد ما هاتبدأت ما زال ندر أفصل لكم وملي الخطاب السياسي والبرنامج الانتخابي رأوا قاعدش إن الناس تركي يسوي ما تتكلم معه ما كتب لك أنا أزرق لك داعمك غيرطين لبرنامج الانتخابي الناس فيه شي كان يزرق على الرئيساء بطريقة عامية ما عراه برامج مشنية وغيرك يطلب من المترشحين للبرنامج ويطلوه برامج البرنامج يعملوا بسيط البرنامج يرضى تعمدوا القدرة على مراقبة الحكومة معناها كل وزير وكل وزارة يعراه بعد قاعد شغلتها وامتابعها يوميا ويقد يشقر كل وزارة ويعراه مهامها الدستورية والقانونية والتنظيمية والتغطيرية والإجرائية ومنين يخلق فيها خرق يقعدوا البرنامج معين الدقيق ويوضحوا المهمة الثانية اللي ما يمراقبة لهذا هي سن القوانين طبعا يقعي لمهمة كبيرة سن القوانين يشينهم معناها عن الترسانة الدستورية والقانونية والتنظيمية والإجرائية دستورية من الدستور قعدها تصوت عليه الشعب تفصيله في القوانين التطبيقية لك القوانين مئات ربما آلاه من القوانين يا الله تراجع ويا الله تنفحص ويا الله تنسبع ويا الله تشكر ويا الله تنفعها الغضرة ويا الله يعرف ذلك منها متناقض وذلك منها مناقض للدين الأمة وذلك منها مناقض العادات وذلك من المتناقض بيناته ويشكر وتنتفع عنه الغضرة ويعرف التكرار ويعرفه شنه وراه وخالك ويخرز جميع القوانين كل منها متعلقة بالجهاز بجهزة الدولة كاملة وجهزة الجمهورية من جهاز العدالة إلى المنظومة التعليمية منظومة التربية والتعليم إلى المنظومة الصحية إلى الدفاع والخارجية إلى الدبلوماسية قانون من سلك الدبنواسي من 1961 يشدد ويعرف ويعرف من خرقه من الوزراء ويخرج كان وزارة الخارجية كان هتب طبقه تطبيق صالح قانون الدفاع والإسلاك الأمنية والإسلاك الدفاع كانوا صالح كانت تقدمات عادية ما من الأمور ما يوهو معناها سن القوانين وش قائرتها وفحصها ذهانيا قضية القوانين كان ذهانيا يخرج المراسيم التطبيقية والمقررات والقرارات هذا حد ما هو متفاصل له ولا يفرق بينه ولا يقدير تخر فيه ويخترح هو فيه شديد القوانين في العالم الأخرى المتطور تسمع له النواب البرلمانيين ينقال لك هذا القانون فلان قط سمعته قانون مستميلة نائب برلماني موليتاني بيه اللي أكثريت النواب البرلماني ما عره قاعد الشينا الواحدين فيه اللي ينقال لك عد ببيته وتوهن أهلي رشحوني عد ببيته والله قبيلتي قالت عنه قدمتني يا نبي اللي والشيخ القبيلة والله جنرال ما يقدس رشحه منه السمر رشحه اللي اختو والله منتو والله رئيس من رشح من تخوه والله من تختو يا رحمه كرموجة والله رئيس سابق من رشح اختو والله رئيس حالي مرشح أحدهم نقال وهذا ما هو اللي يضمد تعد واحدة فيه القرن الواحد والعشرين فاتهم ضاء خمس القرن الواحد والعشرين والله ربعه البرلماني عملوا مراقبة الحكومة وسن القوانين سنهوا وفحصها وإلغاء القوانين الظالمين القوانين فيه شيء مخالف للشرية علي اسلامية وفيه شيء مخالف للذوق السليم وفيه شيء متناقض بينه وفيه شيء يخرق وزير الداخلية وفيه شيء يخرق وزير الخارجية وهذا لا بده من قدر من المعرفة لا معنى أننا نحن علماء وننفاصلين وننقباليين معنا الله لا معنى أنه لا بده من نوعية معينة من المعرفة ويتحدى فيه ويتصالح لياسر وخر وجيدهم يا دين كثير لا يصلح أن يكون نائبا برلمانيا عن الشعب وهو لك حد زكاه وزير قلو يعرف أنه ظلم نفسه وظلم نائب من نفسه وظلم الشعب الموريتاني بعد ذلك ويتحمل مسؤوليته وإعكاسه إلى الأبد للشعب الموريتاني حد أعاد الثقة والله نجح والله ساهم ولو بصوت واحد بإنجاح برلماني يعرف أنه كان ليه وقع الموريتاني الثالث والله وقع ليها قاب والله يزرق ضد إصلاح موريتاني والله ضد إصلاح سلك العدالة والله ضد إصلاح سلك الشرطة والله ضد تقسيم الثروات بشكل طبيعي والله ضد قانون الصيد في نواذيب والله ضد الوايا موفيان لا صوت فيه لي أنه هو من حزب الانصال والله من حزب واخر يعرف أنه ظالم نفسه وأنه شارك في ذلك الذنب وشارك في ذلك المعرّة وفي ذلك الفضيحة الذكية هذا يضح كل حد يستشعره ويعرف أنه لا بدون يزرق على قناته ويزرق على الزرق الزرق أنه تزكي حد مصوته لقارج لا يعرفون أنه كارثة لا سانع بيته ولا قال له حد يزرق على الزرق والله قالوا لو وحدين أكره ولا قريبك أنت قريبك هو العمل برلماني إنه قريبك وظنه قبيلتك كونه من قبيلتك أنت هذا الشمسدي لأخمس ملايين من الشعب الموريتاني من عند مبيك تلح واشر ومن عند عين بنتيلي لروسو ومن عند تجيك جريب وتلميت ومن عند داخلت موادي ومن عند الشامي إلينا تيشيت هذا الشمسدي ما هو النايب البرلماني يراقب الحكومة ما يراقب القبيلة وله لأنه ممثل القبيلة ويقدروا يتبارع في الصيد والله بارع في التعليم والله رجل أعمال ناجح يقال ما هو برلماني ناجح ولا يقدروا يناجح هذا لا بد من الناس تابعوها نكتبها طبعاً للصفحاتنا يقال لا بد من أن نقال شفهياً يمكن فأنا نحن في إتلاف لتعدم رشحين لكم مجموعة من خيرت ولا ننزكي على الله يا حدم البرلمانيين اللي قد تعدل العمل البرلماني والمناظرين من وجه الكبار والنشطين والناس التي أدت وأدوار متميزة ولا ننزكي على نفسنا ولا ننزكي على الله يا حدم وظاهرنا عنها أهلهم عنها تمارس العمل البرلماني مرشحين لكم ملي على رؤوس البلديات والمجلس الجهوي لنواكشو تحديداً مرشحين لكم فيه مرواكي فاهمين العمل البلدي وفاهمين الشخاص للناس ما نفصول فيه في دار النعيم وما نفصول فيه في تيارة وما هي مشكلة أهل تجونين وما هي مشاكل أهل عرفات وما هي مشاكل أهل السبخة وما هي مشاكل أهل تفرق زينا وما هي مشاكل أهل الكسر إلى أخي وعنا هذه الناس اللي هو دوله لا عندنا كدش لا عندنا الإمكانيات اللي عندها الأعزاب اللي مستهلكة أموال الدولة وواكل ميزانياتها يقول ما لا يدركوا كله لا يدركوا جله ونحن معدري مساهم ومدخلين قرن بسيط وقدرين قلب الديمقراطية الخالق منها على هشاشته ودنائته وإتلاله وإلاته معناها عنا مشاركينكم بذلك قالوا لوايح إتلال الدولة العدد مرشحين لجميع اللوايح الوطنية مرشحين لكم الواقعي متميزين صالحين ومصلحين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ونحن الآن نتكلم في رمضان وظهر المحرم والله شهدنا على ما نقول إننا ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلا بله يتوكلتوا إليه ونيب معناها عنا ندور الله الإصلاح للشعب لله ولكن نركوبهم إلا طحنا موليه وله هنا حد فرضا عليه يعد برلماني والله ما حلوف له ليعود رئيس مجلس بلدي يعد عمده يغير نعتبره نعنى زيادة واستهلاك لأوقاتنا ولجهودنا ولا نريد بها علوهم في الأرض ولا فسادهم أنا شخصيا قائد اللايحة البرلمانية المشروط الشمالية بجماعة من نشطاء وقادة مشروع الإمام وليتانية هم معدلين اللايحة معنا مشاركة من خوتنا في حزب قوت اللي هو مؤسس أيضا اللي هو عضو معنا بارز وذل ينقلوا اتلاف ذلك العدل ولا نريد إلا الإصلاحة ما استطاعنا ولن نتلحقون للحملة وقتها ندرنا نعطل لكم برنامجنا وندخلكم في التفاصيل ذل ينقلوا القوانين اللي نشتغلوا عليها القوانين اللي ظاهرنا عنها فيها إرجانس عنها فيها مسائل مستعجر على القوانين الظالمة الموغدة في الظلم اللي يالله تلتقى إن شاء الله نتنشحونا عدد كافي من البرلمانيين ندرنا نعطل لكم برنامج متألق وندرنا نعرضوها لكم بالعربية والفرنسية اللي إخوان الموديتانيين وإن كانوا هم الأقلية اللي ما عاروه العربية ودرنا نعود واضح ومتماسك ومنطقي ومبنين مولي لعمل برلماني معنا برلمانية قطوة اشتغلوا البرلمان مشهود لهم بالصدق و بالأمان ولا ننزكي على الله يا حدا ودرنا نعطل لكم من ينتقلوا من عدة دبيتات عن سبعة للفوق إن شاء الله من هذه الرؤوس اللوايح الوطنية وتزكوه انتم هاتم الموديتاني ما يشاري أصواتكم ولا هباعتهم ولا هم قاررتكم ولا هم عدر معاكم اتفاق على أساس قبيلة ولا على أساس لوم ولا على أساس طائفة ولا على أساس مشيخة إنما على أساس وطني الأساس وطني مبني مبني على دين قال والصدق والأمان من العلاقة علاقة وطنية المواطنية صوت لك إياك تشتغل لهو وبنين تنجح تعود قال رهيك منه هو كمواطن إذا زرقوا لنا سكان مقاطعة تيارة مثلا والله دار النعيم والله تجهني والله تفرع زينا والله نعودوا عارفين عن حد منهم زرق النن وزارق نياك ناخد منه هو ذاك وقال رهينا منه هو ذاك نعتبرها تكليف منه هو ذاك وبالتالي سنشارك بما أتينا من قوة عندنا نرفع المظالم وأننا نتتبع المذالب والأخطاء بطيب نفسين وبحسنية للحكومات اللي هيتجي كاملة وأن كل حكومة نوهو ضد أي ظلم جايبته وأننا نعود ترجمان ونعود ممثلين ونواب حقيقيا عن المواطن الموليتين نبحث عن حقه هو لا أكثر ولا أقل بأن نعتبر عن المثله نجايين مثل قبيلة ولا نمثل جهة ولا نمثل عرق ولا نمثل محاصصة محاصصة قبلية ولا محاصصة طبقية ولا نجايين مغاضبين لأنهم وعيننا والله لأنهم نقزنا والله لأنهم الحكوم السابق والله من الجهة الولانية ما هي الحاكمة جايين فقط لتمذيذك اللي صوتونا إن شاء الله ندور إن شاء الله ندور إن شاء الله خلال الحملة لأيام الأولى من الحملة نعدلونكم عن برنامج الانتخابي وهو بسيط برنامج نائب المرلماني ما هو كيه برنامج رئاسي ما ليه لا يختلع لشين الناس وانوا واحدين يراسلوني في الخاص يقولون انتم مشينه برنامج كون في الصحة وفي التعليم وفي الثقافة والفنون وكذا وكذا طرعا نقدود عندنا فيها نحن هو مشروع الاموريتانيا إن أكثر من خمس سنوات نشتغل على ردم الهوى بين الموجود والمفقود معها كل ميدان مما يدين الدولة البطنية العصرية حاولنا نخرصوه بعيدا عن زمن السياسة وزمن الانتخابات وزمن المواسم قطاع العدالة وسبرناه قانونا قانونا وخرصنا الصحة فيها من المثالب ومن ثغرات ومن المهالك خرصنا أيضا التعليم ما هي اختلالاته التاريخية خرصنا أيضا الصحة والدبلوماسية والشؤون الاجتماعية والهنون والصحة والتربية والترفيه والإعلام وإلى آخر شيء 15 ميدان هذه كلها إن شاء الله تعالى أعيدكم باسم أعضاء مشروع الموريتانيا المؤسسين في اتلاف دولة العدل أننا نأخذوا منهم كل خيرين إن شاء الله وجدنا فيه وكل الشي يجبرناه خاسر وفاسد في قانونا نتقوه لكم ونوخذوه لكم ونقولوه لكم الفوق على الصباحات التواصل الاجتماعي ونقولوه لكم القبة برلمانية دخلتون فيها ونشرحوه لكم وليجبرنا القانون فاسد نقول لكم عنه فاسد أننا نجتهد إن شاء الله تعالى في تعريض الظالمين والظلمة والسراق واللصوص والانتهازيين والحرباء إن شاء الله تعالى وأننا نأخذوه في الله لهم وتلائم في ذلك إن شاء الله وإلا ما زكيتون أمه لي ما كنا نركوبهم إلا طحنا لا ما أحلوهن أليشي لا نعود وحاولنا محاولة نجيتنا فيها عرفهم ولنا والله غالب نمشون ونواصلوا كمان من خارج البرلمان راجين عنكم تزكوا جميع اللوايح الانتخابية إتلاف ذوت العادل وعنكم تختاروه ودخلوه البرلمانية تعدلكم مجموعة تسمعوا منها تسمعوا منها ما يسركم وترون منها ما يسركم إن شاء الله والبخير ومن اللي يضمنوا على الله وطبعا خارجين خيرين أخرين من اللوايح الأخرى المنافسة هم ولا ينزرق لهم ولا مهمين ولا نحن وحدنا هم هم واللي فاهمين ذوي الله تنصرحه ولا نقع كافيين بين عددنا ما وكافي البرلمان الجاي والمجالس البلدية والمجالس الجهوية يا الله تنضخ فيها دماء جديدة من الإصلاح هذه فرصتكم ياه الموريتاني سأجيكم اللي كلها خمس سنوات رغم الديمقراطية الفاشلة الفاسدة من البنية الياسم ورغم الجمهورية الغير معتدلة ومعتلة عندكم فرصة ما لا يدركوا كله ولا يدركوا جله عندكم تدخلوا شوي في البرلمانات تسمعوا بهم في الغبرة ولقوه في عين الدقيق للظالمين اعتماد دور صفاقاتكم تمتوخذ كلها من تحت الطاولة وتصوت عليها مية دبيتة اللي كانت فهمها هي صوت المامورية الثالثة وتتصوت الرئيس انهم يحبسوا مرة تصوتوا من عدد المامورية الثالثة لذلك الرئيس الذهنو من عدد المامورية الثالثة لم تكن افتدتوا لك الساعة حرارة السيندة والمعارضة راه نائمة ولا غريناها ولا كذا دخلوا في ذا البرلمان الواقيج ما هم تابعين القبيلة ولو هم تابعين الجهة ولو هم تابعين الجنرال ولو هم تابعين رجل أعمالي ما يقولهم كانوا عايشين فيه ولو هم تابعين أحرار ورهم البرلمان الحالي هي منهم قلة يقول لابد من تنزاة لابد من تنزاة بجرعة كبيرة ولو البرلمان الحالي نزاة بجرعة عشر مقعد جديدة كان مية وسبعة وخمسين ولا يعود مية وستة وسبعين برلماني ولو هم اجتهدوا عنكم المناء اللي منكم مالك بطاقة تعريفه وراجعين عنهم يعودوا يا ياسرين قلت لكم بداية هذا البث عنهم لحقوا مليون وسبعمية وأكثر من مليون وسبعمية وثمانين مسجع لواحة الانتخابية حالا وهذا عدد غير مسبوق قالوا لي المختصين المتابعين الجميع اللي كان الانتخابية الماضية ما كانوا يتوقعوا عنه يلحق يكون مليون وميتين معانا فيما خمس مئة تلف جديدة ما يعرفوا منين جاية ومستبشرين بيها ونعتبروا عنها من الأغلبية الصامتة اللي هي تقول كلمتها يوم 13 مايو الجاي يوم السبت 13 مايو الجاي اللي هي تقول كلمتها وندوروها تنفض الغبرة وتفاجئ حسابات الظالمين المتمكنين الانتهازيين اللي متمكنين شاكين عنهم للدولة وعنهم يعدلوا كيف تبقوا لحساب اللي يقولوا يعمشوا ويضيلم الباقيين يضيليهم يتقاسموا الوظائف ويتقاسموا الوظائف الانتخابية حتى بعد تقاسمه من الوظائف التنفذية لا يتقبلوا فرصة الشعب الموليتماني المسالم حداه لا لبقى مسائل الصلاح ما هذا عنه يزيد جرعة جديدة في البرلمان وفيالمجالسة الجهوية والمجالسة البلدية عنه winn��ams من الواقي check out لا يقولوا لا زمن القابلين ولا يقولوه الفوق الملي واخوه القداء هم تم برلمانيين يقاموا مكاتب الجنرالات. ويعي ط оперاتهم ويقولهم ويقولهم اقو اهنتي. والله البرلمانيين يظلوا قاعدين النهار كامل. في قاعات الانتظار قتام ريجان العمل. والله كنت يظلوا قاعدين قاعدين قوج Learnable Uomo. يطلبوهم بوهات يصاص بيطلبوهم التعيينات VIتبادلوا معهم التعيينات في السنة ك豬 معهم النفوذ الفاسد الذي لا علاقة له. بدل ينقلوا مصلحة الشعب الموريثاني المحضاء مصلحة المواطن الموليتاني المحظر. مع ضدور رجسر الحي الساكن يتم الإلاسكن. و لعندهم اتمنى مدريدي يتم إليه السنغ. يضيح. و لعندهم الناقل خاسر. ولا عندكم ارصيفة مشو اليها. ولا عندكم ملئة ولا عندكم مناطل الترفيه الشباب اللي انتمي من اغلبية في موليتانيا. و لجال اعمالكم يتموا ما تعرفوا الطريقة اللي يعمل حد بها رجل العمال ولا تعرفوا الطريقة اللي يفلس بها حتى. إلا تدوروا اللي امورة تتقدم. شر الله اللي احسن. ولا تعرفوا النادي وتذكر فيها عدلة البحار. إلا تمادروا صفقاتكم بالمليارات التمتعدل بصفقات التراضي كيفية المعدلة سينيوارك بطاقات التصويت. صفق الأسباع مئة مليون. لا يتوخذ قالوا عنها لا يتوخذ بدون صفق التراضي يعني بدون أي منافسة. إلا تمادروا مئات المليار مئات المليارات اللي عندكم تمشي هباء منذوران دخلوا أصوات في البرلمان لا تخاو في الله لوم لهم التلائم ولا تستحمل الوزارات ولهم أكبر عندهم نقدهم مع الاحترام من الأشخاص ولا قد يرهم في رئيس برلمان يسوع الجنرال كان متقاعد والله واقف ولا قد يتشف حد لا يتجيوا تقول لحقهم إغيرا لا يتعود بها حقيقية يقولوا يقعدوا برلمان يتكرموا باسمكم الليل يجاوا باسمكم تماما ينشهوا بصواتكم يقولون من تنجحهم قبيل يقعدوا يشتغلوا للقبيلة بديهي برلمان يمنشحوا جنرال والله معينوا صاحب رئيسة برلمان به اللي كان معاه في الصنادرة ما هو لا يعود يشتغل لكم تماما هذا شي طبيعي هذا الشيء مثلنا مفروغ منه الموجه يبعد برلمان يمنشحوا رجو الأعمال والله منجحته قبيل لا يعود يشتغل له الكبة مندزة والله يشتغل له اللي في اللوجة والله يخرصه لتيارة مشكلة موشينهية والله سوق تيارة أممالو والله الحي الساكن ممالو مقفلة بقالاتوا به مشروع جسر الحي الساكن اللي عاد مسكون واللي برتاو فيه الشباب فضطهم وزقلوا وهي اللبات يقفلوا أهل الصوي لش لا يعدلوا في توجيني مشكلة 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 تفريدهوك اللي يقع خارج نواكشور مشكلة دائنية علي الرضا دم اللي ينتبه لوني يعد حد من نجحته قبيلة حد من نجحته قبيلة اللي هي وحالة مهام القبيلة وجماعها وراكم شفتوا المسؤولين الكبار بعض الأيام يخيوا القبيلة بها ودائرتهم وزرع يحضروا الاجتماعات يقلوا نحنا اهلنا وقبيلتنا واسرتنا كيذا وشفتوا وشفتوا الوزراع الكبار ودائما ماشيون و黑الغارب كلهم ماشيوا واحدة لأفهم قبيلته و عشيرته و بها وهي اللي دائرتهم بل مركته الدولة البطنية الدولة المركزية وشفتوا البرلمانيين اللي يقولوا احنا زارقين لبناء وشفتوا الوزراع السابقين اللي قلوا نحنا زارقين لفنا دم بها وبه اللي اخونا وبه اللي عربينا وبه اللي قائدنا وبه اللي جنرالنا زارقين الوليه ندعم بعدين قالوا الانتمال وطني ذا موفي أنا طالبي من الأغلبية الصامتة اللي تعدات مئات الآلاف ظاهرنا عنها نحن نتوقع تسجيل حدود مليون ومئتين مليون وثلاثمئة وسجلة مليون وسبعمية وثمانين ألف مواطن عنها تعبر عن أصواتها ولا ترق ديوم السبت 16 مايو المقبل توعى وتعبر عن أصواتها وتزرق للواقيج اللي قانعينها في البرلمانية كيمثلوه بقناعتهم وراجعين نحن طبعا ومشرفنا عنهم يختارونا وعنهم يدعمونا في اللايحة البرلمانية الجوية وشوطة الشمالية إن شاء الله اللي ينقودهانا شخصيا بس المشروع اللي مودي تانية وكمؤسس في ائتلاف دولة العدل انهم يزرقوا على جميع لوائح ائتلاف دولة العدل اللي شعاروا ليعود العين العين هذه Die Them والإعلام والثقافة والفنون والشؤون الاجتماعية وحتى موقفنا من القراءة الدينية القراءة الفкихية الدينية الموريتانية جمهورية الإسلامية الحديثة كامل ندورنا نعرضوها لكم بخيره و بخطائه و بصوابه إن شاء الله نناقشوه معاكم و نضافرولكم و نداهولكم عنه و ندورني ندخل البرلمان المولي نعمل عليه إن شاء الله كبرنامج أيضا البلديات اللي رشحنا فيها الواقج سنعملوا بشكل شفاف إن شاء الله على إرضائكم وبعد إرضاء الله سبحانه وتعالى و أنا عنكم هذه الأمور إن شاء الله ما هي لا تخرق ما هو ما برلمان يجيبتوا قبيلة لا يشتغل ليك القبيلة لا يوردكم برلمان يجيبوا جنرال لا يشتغل على مصارح هذا الجنرال قبل تقاعده وبعد تقاعده الواقج مفروق منها برلمان يجيبوا شي ما هو المواطن المويتاني ما يجيب يشتغل المواطن المويتاني هذا الواقج يالله تعمل هذه المفروق منها تماما نصلا ندوره ائتلاف ذوت العدل ممكن البنس ممكن لأننا نعتقد أنه ممكن وعن الأغلبية الصامية إنها سجلت في عاماكشو سجل فيه شيء أكثر من 400 ألف قريب من 500 ألف هو نوادي قريب من 500 ألف ناخب وهذا أكثر من الذين يجروا الرؤساء الجنرالات الذين يترشحوا ونجحوا بسين كان دوا فرصة ومن الذين يقولون الأغلبية الصامية كلمتها دور يطرشي من الأغلبية الصامية المويتانيين الذين لم يزرقوا وصلهم وذو كانوا لا يزرقوا على قناعاتهم من الذين يقولون كلمتهم يوم 11 مايو يدور يطرشي فرضا عليه يطرشي جديد لكن الشي جديد ليعود الله في اتجاه الحق معناها أي حكومة جاية يدور تقابط الصفقة قابط الرجفة بهمين لا تعرف الجماعة صادقين ويقولون الكلام يتبعوا الأمور ويتبعوا الصفقات ويتبعوا تطبيق القوانين من خرقها ويصوروا عنهم عدو 30 أو 40 أو 50 كلهم عندهم دقائق لا يتكلم بها لا يوجد دقائق يتسمون شي يكلمون رقدين كاملين يتبعوا الإساس القبائل ويتمون لا رقدين ويجبون معارضين من الذين كانوا معارضين للشخص ويجبون للشخص ويجبون للشخص ويجبون للشخص يجبون للشخص وعنكم مسؤولين عنها أمام الله وأمام ضمائركم وأمام الشعب الموليتاني وفي مستقبل المولي عنكم لا ينزكوا رجاج لا يصلحوا لي العمل الذي مزكين له وعنكم مسؤولين عنه مدة ممطة كاملة لا تشك عنده لا يوم الزرق واستغفروا الله أخوان لا قوي ما نعدلها الله تباك تعي يغفر الحقوق وهو يغى الحقوق والآخرين لا بدهم يختصوا منك انت زكيت البرلماني له يوقع المولية الثالثة انت زكيت برلماني له يخلي صفقة فيها 100 مليار كانوا له الدواء من الهلموليتاني وماتوا ليه طباب ماددواوا والله ما أكلوا والله ما شربوا والله ما جبروا حقوقهم والله المعلمين ما زادوا إخلاصاتهم والله الجنود ما جبروا حضوهم حقوقهم هذا انتمسوا عنه كيمكني ذكيته هو ذلك ما كان لا ينجح هو لو كان ما نجح لا يجيب له واحد وخرج منه وهكذا أنا تعالى هي اللاحق والله كذب لاحقكم ياهلموليتاني اضطروا شي لأموركم للديمقراطية اللي ما تعبانوا لأنتكم اضطروا له شيء ولو قليل وما لا يدركوا كله لا يتركوا جله وهذا اخترت البث الليلة نعدله ولانا نتوقف عن البثلين تقرب الحاملة والله تعود الحاملة ان شاء الله والدور ان شاء الله اتلاف ذو تعدي عدلكم خراجات اعلامية ويعدلكم عمل اعلامي متميز ان شاء الله يجيكم عن طريق جميع الوسائل ما نبقي نتخل في التفاصيل وتشوفهم بالبرنامج شن هو ما هو الترشح من اجل الترشح وانا نعود برلمانيا وانا نائب ولا نعرف العمل النايب شن هو وانا نعود عمده وانا عمل المستشار البلدي شن هو دور ان شاء الله قدمنا لكم الواقعية يعرفوا ذلك العمل والضبط وعندهم له شيء وعازمين له له شيء وعندهم مرنامج له ان شاء الله وانا نزكي الله يا حضر انا عنكم حكموا اصواتكم حكموا ضمائركم وعرفوا عمولي تاني اللي حق والله كنتم اللي عدلوا هدولة الحقيقية برلمان لا يعقبوا برلمان الحقيقي والله يتم يتقدم شور شيء ليمشي والله يتموا متقهقين مدربين واعدين المجهول شيء ما تعرفوشين تعقب جيك هرواية تخبز ذكام تم كل حكومة جي عندها اغلبية مشتهدة اللي ترعوا في الحزب الحاكمة يمشي الناس انها انهم يضطهم كام يعدوا مجلس جاهوي واحد مثلا التضييق التضييق الديموقراطي قل لي شيء الشركة الحسانية متنك انت شيء الشركة الحزاب ما ترخص بيما هلا خمسة وعشرين وعيطة عالت 17 أو 16 مولاد كاملة وعيطة مولاد كاملة وعيطة الها كاملة وعيطة الوزير الداخلي وقالها كاملة ويقعد المجلس جاهوي واحد لا تبقى متنفسة وكثيرا المعارضة ينقل المعارضة اللا تفاؤل هو مثل معارضة الذي يقربه من مولاده وهكذا تكتم من حصارة ينقل الأحادية في الرأي والأحادية في التوجه وشاكين الحاكمين عن هذا النوع من التهديئة وعن النوع من الانسجام وعن الديمقراطية زينا بما قام فيها الحس وهو قلت الحس وقلت الاختلاف في هالشي دليل على اللي نقال له الهدوء الذي يسبق العاصفة ألا يمتن العاصفة ومتن الهزة لتخريقه لا نوع من الحالات التنوع والاختلاف والخلاف الذي لا يسد القضية لا يسد لدي القضية ما ينصب عن شمن قهيض باب الديمقراطية وحصر الأحزاب واختزالها في 25 فياسب الله يعلم الطريقة اللي رخص بها صنع وفي هياسب لا مقارات هذه 25 حزب الحالية فيه شي بلا مقارات وحرمان هيئات كيفتل إلمان موريتانيا وكيف الحركات والهيئات اللي معانا في الاتلاف دولة العدل حرمانها من أحزاب وهي مادة نشطة ومواكبة ذالي يخلق في الرأي العام وذالي يخلق من المظالم تابعته وواقف عليه واستبدالها بأحزاب في هياسر أحزاب نكرة في هياسر شخصيات رؤساها ما هو معروف وفي هياسر ما هيئة تعدل شي سكوهوشن على الأرض الواقع هذا واضح أنه هلو ما يدروا الديمقراطية ولا يدروا التعددية ولا يدروا حق التحزو ولا يدروا المواطن يمثل ولا يدروا المواطن يجبر التنذيل الكافي هذا ما يحتاج ومع ذلك إتلاف دولة العدد المكوّن من ربع وخمسة أحزاب هم واحد مرخص لين نترشحهم ذلك حزب المرخص فقط لين تعالوا معهم وندخلوا معهم ذي اللعبة اللي هم فيها يقال الله ينصرنا عليهم بإذن الله بعد نصر الله هو قناعتكم تم المواطنين الأغلبية الصامتة اللي مالكها صواتها اللي كلها بطاقة تعريف ومالكها هو من نفسه ومسجله ورأسوله يصوت على ذلك الظاهل وإحنا الطالبين كنتم تدعمونا وإنما أنه لينشترو كارداندي توحده أنه لينشتروها اللاب الفكر واللاب القناعة يكن قدوا إلي تخلنا البرلمان وإلي تخلنا مجالس جوين دواهو عنها حق عندنا بين اللي لم نشارينها بالفضل قارفين أنها صوتتنا زكاتنا وكلفتنا هذا العمل إياه لأنه رضا عني نعدلوه إياه لأنه أنا مجاني من عصّة رجل أعمال بنجحته مئة مليون عمل هو من نفسه وجابها من بنته لا يشتقال الله لها هي ذيك مئة مليون وجاب راس مال لا يشتقال الله لك راس المال لا يزيد الصفقات ولا يقبل بصفور ديبلوماتيك ويسافر به ويزيد فضطه ويسترجع أمواله اللي يزقل في الحملة وهكذا أنتم ومشاهد معكم الأخبار بينه معاك اللي لديك خمس تلاف لطاك ووضع شرط تلاف ووضع الأخلاق اللي دار عليك الحد تم ولي واحد من نشحه جنرال هو اللي داعمه وضع فرصان نعود في اللاحة الهولانية وضع راس اللاحة الوطنية معنى أنه لا يقارر فيه لا من ذاك الراجل اللي نشحه اللي كمرة أنتم الصمين صوتوكم مواطنيين على قناعاتكم وراجلين ائتلاف دولة العادة اللوايحة كاملة صوتو عليها بكثافة وقطعة النظير وعنكم تدعموهم تدعمو الخيرين وملي الأخرين اللي خالقين في الهيئات الأخرة كاملة ومهم اللي نحن وحدنا لا ينعودوا فرض علينا لا يعود فرض علينا أن ندافو عنكم أنتم ونفسكم ما نهتمو بكم أنتم ونفسكم بين اللي معاك أنتم وملي اللي لحكتون وإذا ما جحنا وملي الله غالب عبدينها صفقة تجارية مستثمرين بشي من الخلوات معناها أنها من اللي شين داروا عنكم بها ولانهم اللي تدعموهم فرض عليها فسادا والله هم اطلعون على النيات ولا فينا أحد ما عنده شي وحال فيه أخر معه ما هو عمل برلماني مفرصي والله عمل بلدي مفرصي معناها أنكم لا حكم تحاول وتقبوش من الناس والعنزكي أنفسنا اللي عندها مستوى من الجدية اللي يتمثلكم ولا يتعود قاعدة في عين الدقيق ده ظلمة ولا يقود وزير تخالفهم المثيق القبة البرلمانية يعرف عنه قدامه 30 والله 40 رقاج ما فيها حد متفقد فيه قد يطاطع ليه والله يقوله كنت نعرفهاك والله قد جيتني بروهي والله عدت لي كذا والله انت فلان والله مطيتك صفقة والله عدت لك تسهيل لاش تقول لي كلام الخاصة والله قد يتلفن لحد نهله ويقوله يطاطع ليه دور ذاك الوزير يجي مسجم ودور يقلل من طقيفه ومارك ومعطى الصفقات به لا يقود مقعود له في عين الدقيق ولو مثل الدقيق لا يتكلم بهم النائب الفلاني والله نائب الهولاني اللي يعرف ماتوا ثلاثة نقواب الاربعة عادوا ثلاثين واربعين نائب حالي نفهم لا يتقابلوا معه في البرلمان عيني عينك ايضا في المجالس الجهوية والمجالس البلدية المجلس الجهوية يدخلوا فيها رواقية صادقين من الناس المتصفق ولا تنافق لا يقود مقعود الميزانية وتخرص الطريقة التي تنجمع بها مباضية الطريقة التي تنحو بها الناس الطريقة التي تقسم بها المتلكات الطريقة التي كانت عادلة تقوم بها الامر واضحة ايضا مجالس البلدية نفس الشيء ميزانيات البلديات الدور تنفحص ويقبال الهلالوب وتخرص به الدور والقوانين تتميز وما لا يتخلق فضيحة وتتوقف من البرلمان ويبدأ يقبال الطريق ولهذا العاد بعد يقبال الطريق الذي ينقل للسلطة التشريعية الحقيقية التي تشرعها وتخرص القوانين الخامر وتقلعها والقوانين العادلة تديرها والقوانين تحتاجها لتصحيحة صححة وهذا يبدأ من هذا والدول كاملة تطورت والطورة الديمقاطية تبدأ من ذا برلمانيين التجار الذين يتجروا بالبرلمان والله مستثمرين فيه شمال الاموال بالحمل والله يدوروا يربحوه بالعجل من يوهاه بالتدخلات والنفوذ والتعينات والصحقات اللي يجبروا برلمانيين اللي مقعين كاملة المؤمولية ثالثة يصبح لهم موريتان يتذهب إلى الجاحيم يصبح لهم تخسر جمهوريتها الي يتعرف عيني عينك تعرف عنه معايني وذلك الجنرال الولديرو البرلماني يزارق عليه الشعب و المستشار البلدي يزارق عليه الشعب و المستشار الجوهي يزارق عليه الشعب تعرف انه جاي من طرف قبيلة ترى انه لم يخدمون ذلك القبيلة بل ماني تعرف عنه مديره محاصصة لونية والله جهوية تعرف عنه لا يخدم ذيك المحاصصة هذا الوايا بديه بضلا كل حد يعرفه واللي ما يقدر شوه في الله يقول الله يوصلها بيقول له كراماني أنا هو المكتشف معروفه أنا عنكم يا أضاء الأغلبية الصامتة هي اللي نخاطبها أنا بعد دائما مع احترامي لكافة الشعب الموريتاني بأغير حد ما هو مالك صوته والله باع كردنديس وانا ما نخاطبه مع احترام من الأشخاص نحترمه كمواطن نغير نعتفنه نضيع راسه وانه دار يدوه في الرجال انه دار مصيره ومصير دولته ومصير شعبه بهذه الرجاجة أخرى يتحمل مسؤوليتها وعين يدوك اللي مالكين ضمائرهم الدولهم يصوتون بكلافة اللوايح اعتلاف دولة العدل ممكن يوم 13 مايو اللي إشارتهم رمزهم عين الرجاج ونحن في لايحة الواكشوط الشمالية البرلمانية اللي نقودها شخصيا إن شاء الله فيها كوكب من عظام الشراء الموريتانيا مشكلين اللايحة وفي لايحة تجنين كذلك وضعنا فيها لايحة بس اعتلاف دولة العدل عندهم يدعموا اللوايح كاملة واللوايح الوطنية كاملة يصوتون لها بكذا في مقاطعة النظر جميع البطاقات التصويت لك العين يشتروا عليها كاملة وبإذن الله تعالى نعذر معهم الاتفاق لأنه مان الله ينخيبوا آمالهم إن شاء الله ونعرف عنهم الكلام يسمعوا مخيار السنوات والعقود الماضية لكن هذا كلام باقي هم مسجل والله يشهدون على ما نقول وإن شاء الله لا نزكي أنفسنا ونعرف عن خارجين خيرين أخرين مترشحين يقال بعد عندنا ندور ويطرشي الموريتاني يطرشي في العمل التشريعي العمل البرلماني ويطرشي في العمل البلدي ويتعد بلدية حقيقية يعود مزل الجهوي مزل الجهوي حقيقي ولا عمره كما ضاقت بلادهم بأهلها ولكن أحلام الرجال يتضيقوا إنتموا مخلي برلماننا من 1992 اللي دارك وغرف التسجيل فيهمية وشي أغلبية ساحقة الحزب حاكم نعرف عنه ما هو حزب ولوه مجتمع على إيديولوجية وعنه ما هو مجتمع على إصلاح لأن الناس اللي يتبع الرئيس ما حد رئيس ما يطيح التبع لله يقعد بلوه هذا عندكم عنه ينتكتل عليهم مصلحة شعب أخمس ملايين من الشعبين مسلمين مسالمين جائعين مريضين جاهلين مجوعين مجهلين عنده من الثرارات ماتوا في الذهب وفي النحاس وفي الغاز عاد وفي السمك وفي البترول وفي كل شيء ينتكتل مصلحته ألمية وشي من برلمانيين ناشحين بهم اللي داع منهم جنارات من الشينهم والله داع منهم قبائل والله فيهم شيء موروظ لأنه ابوه رجل أعمال والله أبوه مالك مؤسسة مصرفية والله أبوه أبوه كان أصنيع والله أبوه ما تريد يترشح يخلفه هذا عندكم عنه ينتكتل عليهم ينتكتل عليهم ينتكتل عليهم ند القوانين لمصلحة أمة الأمة الموليتانية لمستقبل شعب بإسره عندكم عنه ينتكتل مصير الشاسر الطيلي未 اللي قال الرجل الأعمال لا أنه داعم بنت مليون هذا عندكم عنه ينتكتل لإنتكت طريقة وانتزاع الاختلالات وتصحح الاختلالات القانونية في الترسيان القانونية عندكم عنه ينتكرر مراقبة الحكومة وتوقيع اتفاقيات اللي يوقع الوزارات وتطبيقهم للقوانين من عدمه وخرقهم للقوانين وتمريرهم للصفقات العمومية عندكم عنه ينتكرر الرقاج معين به اللي ولا رئيس القبيلة والله به اللي داعمه الجنراء لفلاني هذا عندكم عنه ينتكرر لها هذا تفرطهم وتفريط ولا يضع أغلبية برلمائية تعنطال الحزب الحاكم المركاتي ماذا تعنطاله وروى لكم الكلام كامل أرهم اللي عن الناس اللي تعادل السياسة وتخرص مستقبل الأمة ومهتمة بلين قالوا الشيء الآن ما تخرص الاستحقاقات اللي فجوهت نارك لهم 16 مايو وفعلا طلبناكم تصوفتونا وندوركم تدعمونا وتدعموا الخيرين كامي وتحكموا قناعاتكم لهم 16 مايو الجاي يغل نبقى نقول لكم عن ذا الله يخلق 16 مايو الجاي إنه تمهيد الله اللي لا يخلق عام 224 السنة الجاي عنده بها علاقة مباشرة واحدين يقول لك رئيس الجمهورية الحالية من ذاته سنة وشي من منطو قال لكم أنا يسو ما قاله هو يسو ما قاله هو اتباعه ويسو ما قاله وراني بادماني ولي لا يكاشف لي ولا عندي معاه أعلاقة ولا اتصال قال قال لكم أنا أنه ذكره وقراءته للرأي العام وقراءته للمشهد الدور تتأثر بالنتيجة اللي هي جبر الحزب اللي ينقاله الحزب الحاكم ورق واللي يجبر الحزاب الأقلبية يفرض عليها التأثر به إيجابا أو سلبا حسب ذلك اللي يتعطن توم من الأصوات اللي ينقاله الحزب اللي كان حاكم في أربع سنوات الماضية اللي ما تعدلكم الشدر من الصرف الصحي واللي ما قالوا يعدلكم جسر واحد من جسر الحي الساكن ولا جسر كرافور باماكو ولا كرافور نانسي ولا كرافور مادريد ولا شيء قراءة المشهد المشهد الدور 24 متصلة تماما وعندها علاقة مباشرة بالمشهد الذي يخلق ذلك في 13 مايو اختياركم في البرلمان هذا كامل مترابط انتخالات الرئاسية في 24 مترابطة ارتباطا ووثيقا والدور إن شاء الله معكم يتوقفها لي بل لا يخلق الـ 13 مايو حسب اختياراتكم توم الشعب والمخابرات والدولة العميقة والقبائل والأحزاب وما كان يسمى بالمعارضة رحمة الله عنا وعليها وما يسمى بالمواليات وليس هو الأغلبية بها الأغلبية تنقال لكم توم الأغلبية تنقال المواطنين الموليتانيين هذه الأغلبية والذي منهم اللي جاء الدين يبقوا المصلحة هذا كامل المخابرات والدولة العميقة والشواسيس والناس كامل كامل لا يتقراب ذو اللي يخلق 2016 اللي يخلق عفوان 16 مايو 2023 ذو اللي يقرر المواطنين شنهورتانية كانهم يقرروا يعدلوا برلمان كيف ذو اللي ماضي كان يتم يمرر الصفقات ويتم الأصهار والأقارب والجيران والأحباب للجنرالات والنافذين ويسهلوا لهم النفوذ الحرام ويتبادلوا النفوذ الحرام وكانهم ليتم الحال كما هوته اتي تريليون ألف مليار وقية قديمة وذلتمية مليار 13-000 مليار وقية قديمة كانت هالسنة اللي جايnych تعطي البرلمانين مهم عندهم اللي أخلق الرئيس اللي أخلق الوزير الداخلية والله رئيس الحزب اللي رشحهم والله رئيس الحزب الاخر والله رئيس الحزب الآخر مهم عندهم اللي اوقل رئيس الحزب الآخر أين انصفتوا والله نصوفت والله 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 رقعت الحكومة زين أخوة ترنتم والشعب موليتان من النوع يعد لكم نفس اللي يعد لكم الماضي لا صرف صحي لا ترفيه لا اكتفاء ذاتي لا إصلاح المكب تفريت لا حل لمشكلة ديون عالين رضا لا حل للعقدويين لا حل لرواتب الأجور لا زيادة في رواتب الأجور والمرتبات للشرطة والجنود والضباط والمعلمين والأساتذة لا 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 ما لا يخلكش من ذلك معنى أن تفعيدوا الثقاء في نفس الأشخاص إذن هذه 176 برلماني اللي تنتخب إن شاء الله تعالى بين يوم 13 ابتداء من يوم 13 ما يرجع إذا أنت طول أغلبية في هذه المدة كانت أعدلكم وكانت أعدلكم معنى أنكم تستحقوه معنى أنكم ماشيين اللي تدربوا عن ذهو اللي تعرفوا يغلون اللي هون لا نلوم الشعب كامل ككل سواد الأعظام نلوم النخبة فيه انتم وذول اللي يسمعون نخبة ومتابع ذلك ينقال ويعرف التفاصيل ويفرقوا بين الغثة والسمين مسؤوليته أنه في أسرته وفهلوا في جران ويعطوا يقول لهم ذاللي قناعته لا يأتي مؤمن وحدك ما حتى يحب لي أخيه ما يحب لي نفسي هنا عنا في رمضان في العشر لواخر انتم وضعه لك عن ذا البرلماني لأنه خايم الأمانتي وأنه كان في البرلمان وأنه كان زرق المؤمورية الثالثة وأنه كان مهم عند الله وأنه تاجر ورهي بعد تجارة ما يمعيبه لا يعيب تجارة ياسم هم محترم وأخيرت به يغير أنه هو ذاك المؤمورية البرلمانية يدور منها التجارة وهي ما يمدرس أنه خايم الأمانتي وأنه يتخلي جارك والله موري بوتيك اللي بزرق عليهم معناها أنك مفرط أنت ما هو لا صوتك أنت وحدك صوتك أنت وحدك ملكاكم أسئل عنه يغير النصيحة النصيحة اللي تعرف الحديث اللي هي الدين والنصيحة أنتم اللي واعين الناس اللي واعية ما تتخرص العيف وتقول هذا زينا ما نسمعناه وهذا قد تبعوا بأس بي أنا أتزارق لك أنت يا لتك تنبه لأسرتك كل رعي مسؤول عن رأيته الرأية حتكامل يسمع لك يا الله تقوله قناعتك يا لك ما يدي حاسبك يا ضميرك أنتم اللي ما يدي حاسبك يعني هاي هاي الطريقة الوحيدة الأفقية اللي يقدر الخيرين إن شاء الله يجعلنا وياكم منهم والمصلحين اللي هام هو موريتاني يتبقى منها فضلة يقدر يصلحوا بها موريتاني اللي هي قضية عن يبدأ البرلمان بعد قاع ينقفر البرلمان يتدخل فيه جماعة مبلوك كده اللي ينقاللوا الصرقة والتعينات الفاسدة فيه والتحويلات الفاسدة والميزانيات المأكولة والتعينات المخالفة القانون بعد قاع ينقعدلها في البرلمان هو الاصلاح يبدأ تدريجيا أيضا صرقة الميزانيات في المجالس البلدية وفي المجلس الجهوي نواكشوط وفي غير المجالس الجهوية ينقعدلوا في عين الدقيق يحضروا الواجيج في المجالس الجهوية اللي ما هم قابلين الصرقة وخدم فوق الطابل ولا من تحت والبرلمان وزير ما يعرفش جاهل والله ما يعرف مدفات ويتم يعرّلكم في البرلمان من يعين به اللقاء قريب فلان صهر فلان والله وللخته والله بله يحجب فلان والله ميشي معه مثلان في الليل في الركب معه الوتن والله يعين اللساسه وزير من يجي في البرلمان يعرّق يفسخ رباسه القيلة من نهار القيلة الكتلة يقعدون البرلمانيين يفسخوا رباسه طبعا هذا لا تعبير يفسخوا رباسه وانه نعتوا عنه لا يصلحوا لي شيء لا يصلحوا للوزارة من أنت تشكل حكومة والله يوقف وزير أول لا يجي عرض لك برنامج الحكومة السنوي والله ينتختم السنوي يقول واسوفه وسنف علو وسنف علو وسوفه يفسخ رباسه بالحق بالحجة الساطعة والبرهان الساطعة الحجة الدامية يقال يتم يسمعها في دقيق الكلام الواضح اللي ما فيه ولا فيه التحامل ولا فيه التجريح يقال يعتمع أنه لا يصلحوا لشيء من تلقى الرئيس يعني عين حكومة يعني عن قدامها برلمان فيها عشرات من الصادقين يدور يتخمم يقال من تاقتهم وزير موناغ لا يرجع لي هذا يظهر المواطنين ومنين يعين وزير المزارة ما يصرح والله قطعاد يصرق لا ينقل وانتهت قاعد تسارق أصلا ودور يخرج اللجان البرلمانية به اللي عادوا البرلمانيين ياسرين وعادوا حيين وفيهم لحمة حية هذا اللي ينخلق درس تقدم الأمور من تعدوا صدق وتعدوا برلمان كيف تهل برلمانات الماضية للكمهلاثين سنة لا يتعين فيهم من تسعين من رؤية سارقة باير من خلق اللي ساكت هذا البرلمان نظرك في برلمانين مقطعوا قبضوا الكلام وفيه عشرين على الأقل رجال أعمال واحد فيه رجال أعمال والضبط هذو إحصائيات عندي عندي منهل متأكد من ما قصدي بهم من جرحها لقال الله نتهم لقال خلق عشرين رجال أعمال حكما مقطع حتكر عليها البرلمان مؤخرة من الجلسات الأخيرة سأبقى نحن البرلمان خلوا واحدين عادوا جوا عادوا يقولوا الكلام وديروا الشروطة شروطة مازالت مباسئ به المقطع وقع عملوه لأنه من الناس يالله تؤخذون عنكم من البرلمان تخلوه واحد يهمون ودخذوا الواقع لا يقعدون لكم قدام الحكومات ويبلوغ كلكم من يقال والصرق لتعدلكم عن طريق البرلمان والتلوصيص والكذب والتنتيج والصفقات الفاسدة هذا من تعدلوا تعدلوا ترجع لكم فضتكم تعدلوا الميزانياتكم تعدلوا الحكومات عاسمكم ولا يفارشتكم ويتأثر برنامج ومشهد لفين واربعة وشرين ذاك الرئيس الذي يترشح يحاول يترشحه ذاك الرئيس المزال جاي يترشح ذاك المشهد الذي يترشح الأمر كاملة ومترابطة نسمحوا يطوت عليكم كثيرا هذا أيام الأخيرة من رمضان أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العداء أنه يغفرنا ولكم إن شاء الله أنه يعتقر قائب من رقابكم من النار وأنه يجعلنا إياكم نياتنا صادقة مخرصة وأنه ما يجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون والله يقولون ما لا يقولوش ما هو حقهم الله لا يجعلنا إياكم من الذين يقولوش ما هو حقهم الله لا يجعلنا إياكم من الناس اللي مهاء لبابه ويجعلنا إياكم الصادقين ويثبتنا إياكم على الصدق وعلى الأمانة وعلى حب الوطن وعلى حب الخير للناس وعلى الوقوف مع الحق حيث كان فنذكر ما نعطي له ذو تعدن ليس معارضة تقليدية تعارض من أجل معارضة وليس مولي موالاتها من أجل مولات إنما نوالي الخير والحق حيث كان ومعارض الشرة والخبذ والسرقة وكامل ما هناك حيث كان وهذا هو اللي متواقن عليه نحن في اتلاف دولة العدل هو اللي باني عليهم السن وليس إن شاء الله وذابتين على ذلك ومدركم تدعموا لواحنا كاملة بأسرها بدون استثناء لواحنا الوطنية لواحنا الجهوية لواحنا هاتف آخر اللي معانا أيضا من نفس الشيء اللي نذكر عن الاتلاف دولة العدل إنه نرشح لجميع اللوائح الوطنية البرلمانية وإنه نرشح لمجلس الجهوي اللي في نواكشوط وإنه نرشح في أسبع بلديات وضع ثمانية من بلديات نواكشوط وإنه نرشح في نوادي وعنه داخل توه المرأ له هو اتلاف جديد ولا يبدأ بشي وندروا ما تمشونا وتدعموا وندروا أصواتكم الصادقة الحقانية أنها تنعتنا ما يسرنا وما يرضينا ما يرضي الله تبارك وتعالى أولا ويرضينا يوم 13 مايو 2023 المقبل إن شاء الله وعننا نكونوا ناصرين الحقي وأننا نكونوا عند حسنا ورنكم إن شاء الله فلايفات طارق ما نقدنا نفهم بعض الإخوة جزام والله خالي نعلق لي عنهم اللايفات لهم شي بإعلان لياسر شهرة بالله ما أسابيع أن نعدل لايف وركنت قاع ما نلقي نعدلو ما نلقي نشوش للناس في أجواءها الرمضانية عدلت لايف وقبقى عطوال كالعادة يقال هدف منه كنت توضيح المرحلة الفاصلة لأن سترينوارك لو صال للنهائية تقريبا اللواحة الانتخابية واخترت نعدل هذه الوقفة اللي هي نوضح لكم نعتبر هذا شد أخبار الشيء العام بقناعة صادقة إن شاء الله أنه عبادة وأنه من قيام الليل وأنه من إحياء رمضان وإحياء عشرون الأواخر من الاجتهاد على مصالح الشعب الموريتاني اللي مضيعة ومسيبة في ميزانيات واموره كاملة الواحد فيها ونعتبر أنها ما هي دون العبادة الأخرى ما هي دون العبادة الأخرى أنها عبادة من أحسن العبادات إن شاء الله وعنها مهمة ولا شاطن عنها أتكاه ولا شاطن عنها صلاة تراويح ولا غيرها أن نجتهد على صوت الحق وإسماء الحق إن سمعوا أن صوت الحق إن سمعوا وأن يجتهد ليه وأن الأغلبية الصامتة الموريتانية تقولوا كلمتها يوم مضيعة عشر ما يرجعه فنسأل الله تبارك وتعالى بإسماء الحسن وصفاته أن يوفقنا وإياكم ما فيه خيرنا وخير للوطن الموريتاني وأن يقيد الله له من أبنائه من يصلحوا شأنه ويقيموا أمره ويقيموا فيه العدلة ويبسطوا فيه القسطة وأن الموريتاني يطرالها شيء يطرالها شيء تعدلها دولة وتقام فيها شيء وهذه فرصة عارق انتخابية طبعا هزيلة والديمقراطية ضعيفة والناس الحاكمة ما هي ديمقراطية والناس اللي حاكمة في زمان الموريتاني وعارق واضح أنها ليست مهتمة بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحقوق التحز والجمهورية المتلبسة نعملوا منها اللي متاح منها ما لا يدركوا كله لا يدركوا جلوه ونشاركوهم في الانتخابات ونشاركوهم بقوة بحماس وبصدق وبأمانة وبفعالية وندعو كل جيراننا وكل زملانا وكل أصحابنا وكل بلد اللي ما نرى أنه خير وتوف وندعم الناس الصادقة والصوت على قناعتنا ودور يطرش يجيني خلق دور يطرش إن شاء الله وتعالى حياكم الله تقبل الله مننا ومنكم صالح على عماله وغفر الله لنا ولكم واعتق رقابنا ورقابكم من النار جميعا إن شاء الله حد كامل هنا وحد من مسلمين كامل اعتقر الله ورقابنا ورقابكم من النار ووفقنا وياكم ما في الخير من دور إن شاء الله ربما بعد رمضان مباشرة بدولكم في خرجات إعلامية أخرى وندوات صحفية في بداية شرح برنامج كتلة اعتلاف دول تلعادل إن شاء الله في البرلمانات في المجالس الجهوية في البرلمان في المجالس الجهوية والمجالس البلدية إن شاء الله ونسأل الله التوفيق والسداد وغفر الله وليل ولكم ليلتكم سعيدة ورمضانكم متقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته